هذا الفيديو الاخوان هادي نتعرفوا على هاتف يلا هدخل الاسواق المغربية ودخل بواحد الميزة اللي دير تجاه حاليا اللي هو الاخوان اونور اكس نافقه كيف ما كان تشوفه هاد الهاتف الاخوان كيف بنا دير واحد تجاه حاليا في الاسواق المغربية خليكم معي باش نتعرفه اكثر على هاتف سلام عليكم الاخوان كديرين كنت من تكونوا كاملين بخير وعلى خير مرحبا بكم في قناة ايات تيك انفو ومرحبا بكم فيديو جديد مع برودو جديد مشاركة اونور اونور اكس نافقه سنك جي كيف قلنا اخوان هاتف دير تجاه حاليا وبزاف الناس كي سولون له دك شع لاش ما كيكون شي جديد كنحاولو نجيبوه لكم باش نشاركو معاكم هاد الهاتف ايجابية ديالو السيلبيات كذلك الاخوان الميزة اللي كي نفاد الهاتف هو ضد الكاسر اولى الشاشة ديالو مقاومة بزاف دك شع لاش غادي نتعرفو عليه اكثر ونتبعو الفيديو حتى الاخر لأول مرة كيشوف القناة تتابن ويفعل زر الجرس كذلك الاخوان صحب نجم الساق غادي نحطو لكم الفيديو فاضل بجلي غا تدر امامكم شي سافع الكبير باش دائما سامروا في الجديد اللي كيدخل السوق واول حاجة كيف ما ديما غادي نبدو الانبوكس ديالو الهاتف ونشوفوا ليز اكسسوار اللي كينين ما بسم الله كيف ما كتشوفوا اونور اكس نفقة هنا يا الاخوان كين القارونتي ديال على الشاشة في 6 شهر لكن هاد الميزة هادي الى خطيسوا التليفون قبل متسعتاش فشغل بسم الله اول حاجة الاخوان قلقوا الهاتف في هاد الكارتين ادنا دليل استعمال ليبره باش كنشبدو لكارت مو كارت مموار واعدنا البوشيت ديال ديال ادنا هنا هنا ادنا الشحن طيب السي هنا ادنا الشارجة ديال الهاتف كيف ما كتشوفوا كيدعم اربعين وضع هنا يقلقوا هاد الاضاب دور هذا ليكي حول طيب السي للجاكي لا كنتبغين تستعملوا ليكيز بالخير واخيرا الاخوان شركة اونور صراحة محتفظة حتى بليكيز فوص العلبة كيف ما كتشوفوا اللي في مهل قليلتي زوين هادو مالي زاكسيسور اللي يجيون مع الهاتف كل شي فيها الاخوان ما نقسم تاشي حاجة ونجدوز نشوفه تصميم رائع ديال اونور اكس نفقة اما بالنسبة للشكل التي فيها الاخوان كيف ما كتلاحظوا فيها واحد تصميم لي رائع وزوين بزاف لانها تصميم هذا جديد الاخوان في الفئة المتوسطة في الفئة السعرية دياله كيف ما كتشوفوا هنا يكين شكل ديال الكاميراس اللي جايين نضايرين بذلك السيركل ووسط منهم كينة ماتريكس كينين ثلاثة دياليكابتور مع فلاش التحس وبالنسبة هنا يا الاخوان كينة اونور والعب الواحد اللي كينة الاخوان فهذا له الكحل هو كيخليه اطال البصامة عكس باقي الالوان اللي كينين في الهاتف ولا ذكر الالوان فالهاتف كيي جينا بتلسة ديالالوان كين هذه الكحل هذا الاخوان وكين واحد لون سيلفر وكين واحد لون خضر بحال اللخزة هاتجوج الالوان الخرين هما اللي كييجي وناضين مع تصميم لكن اللي كتبنا ندوزه في المراجعة هو الكحل هذا بنسبة الوزن ديال اللاتف اللاتف خفيف الاخوان مية ومسا وسبعين كرام حتى السمك ديال ورقيق سبعة فاصلة سعود ميليمتر يعني الاخوان كتحسب الدليفون خفيف في الدك وسهل باستخدام بيد واحدة خلاصتنا الاخوان من ناحية الشكل ديال اللاتف فكيبقى ممتاز نعطيه عشر على عشر من ناحية تصميم لان بزاف ديال الاخوان غاد يشوفوا تصميم هذا غاد يعجبوا اما بالنسبة للشكل ديال اللاتف من قدام كيف ما كاتلاحظه فهناي القاميرا ديال السيلفي جاتنا مدمجة مع الشاشة ليعطتنا واحد المنظر زوين كذلك حسال حواف ديال اللاتف الاخوان ما كينيش قريبا من عادمين لان الهاتف هنا كيجينا اتجا الاخوان كيف ما كاتشوف وهذا كيعطي واحدة جمالية اكثر مع تصميم اللي كينفتر ديال التليفون وكيجي تصميم متناسق الاشفنا من الفق الاخوان عدنا ميكروفون لكي يصفي الصوص وعدنا الخاصية ديال اللي كتتحول الريموت كونترو لاشك تتحكم في الاجهزة المنزلية من اللي يصر ديال اللاتف مكلقة واحدة اشي حاجة اما من اليمن فعدنا اضرار تحكم في الصوص وزير تشغيل كيف ما كاتشوف اما من تحدي الاتف الاخوان فعدنا بلاس الكارت سيم كيخدم لنا جوجد الكارت سيم وكيخدم لنا شكارت كذلك الاخوان عدنا ميكروفون لكي يصفي الصوص عدنا مدخل تايب سي وعدنا سماعة الخارجية مونو ماشي استيريو اما بالنسبة للبسمة ديال اللاتف الاخوان كيف ما لاحظنا مكيناش مع زر تشغيل ومكيناش فضر ديال الهاتف وهذا يعني انها كينة فصل ايكرو غادي نشوفوا الاداء ديالون تستيوى كيف ما كتشوفو الاخوان ضغياء كتتساجب ما غاديش لقو معاشي مشكة ودابا الاخوان غادي نشوفوا الشاشة ديال الهاتف والمواصفات دياله لانها من نقاط القوة اللي كنين فاد الهاتف وفاد الفئة السعرية بالنسبة للشاشة اللي جاتنا في اونور اكس نفقة جاتنا بحجم استفاصيلها سبعة وستسين بوس من نوع اموليد الدقة ديالها فول اتش دي بلوس الف وثمانين في الفين وربعمائة بيكسل وكي يوصل عدد لبيكسل ديالات تلتمية وخمسة وتسعين بيكسل بار انش كذلك الاخوان اللي غادي يزيد يعطي قوة هات الشاشة هاتي ومعدل تحديث ديال الشاشة اللي كنصل مية عشرين هرتز اتسعطيك ثلاث وخفافتان كل ما بين تطبيقات وواحد ثلاثة الاخوان مع السيستام ديال شركة اونور هاتي تاخد واحد جريبا اللي زوينا كذلك الاخوان كستدعم واحد بليار كولور يعني الاخوان الشاشة متبعة بالالوان وما ننسوش كذلك تجينا بعض شاشة ديال عشرين كيف كتلاحظون هي تجريبا ديال الشاشة صراحة افضل اداء وافضل جريبا هاتي تاخد معاد الهاتف هذا الفئة السعرية من حيث الشاشة اللي كالاخوان زيد على ان الشاشة مقاوما للصدمات ومقاوما للخدوج كيف ما كتشوفوا لان بزاف الناس داروا عليها التست صراحة فيها واحد الاداء اللي زوي اما دبا فقد ندوز نشوفوا البروسيسور اللي كينف اللي شركة اعتمدات على سناب دراجون سمية خمسة وتسعين سنك جي معمارية صناع ستانا نومتر ومعالج رسومياس ادرينو سمية وتسعتاش كيف قلنا الاخوان هاد البروسيسور هادا سمية وتسعين غضي اعطيك واحد الاداء اللي زوين ام الساقر خصوصا الناس ليستعمال ديالهم عادي او لا كذلك حسين الناس ديال اللي قيمي غضي يعطيكم واحد الاداء اللي زوين احسن ما لنا سناب دراجون سمية وتماني اللي نصف الهاتف اللي قبل واللي كان احتفظ الفئة السعرية ميمارية الصناع ديال سانا نومتر الاخوان ما غداش يكون كنت تكون سومي البدري بززاف زيد على ذلك السيستم ديال شركة اونور تاوي كيساعد باش يحفظ على على شرش ديال الهاتف وهاتش اللي غادي نشوفه من اما من ناحية السيستم ديال الهاتف الاخوان كيف ما كتشوفه فوجهنا مبازع لاندرويد اطماش بواجهات اونور ومعروفة بالسقرات دياله وبدون المشاكل لان نفس الواجهة دياله واوي كذلك الاخوان اللي هاتف كيجينة بتمنيه جيجا في الرام ومائتين وستخمسين جيجا في استوكاج وبالنسبة لستوكاج الاخوان فهو كافي مائتين وستخمسين جيجا كذلك هنا كيف ما كتشوفه كينا الرام تيوربو كيمكنك تزيد خمسة جيجا وكيولي الهاتف تلتاشل جيجا هذا غادي يزيد اعطي الاداء التليفون كسر وما يخليش التليفون يتزير وخد تكونوا محللين بزاف دياليزا بليكن سيبقى ومحلولين كيف ما خليتوها اما دبال اخوان فهو اندوز نشوفه الكاميرا ديال الهاتف والشكل العجيب ديالهم هنا ايقانين ثلاثة ديال الكاميرا كيف ما كتلاحظوا في داك السيركل الاساسية جاتنا بضيقات ربعة وثين ميجا بيكسل في تحت عدسة واحد فاصل ثمانية وبالنسبة لكاميرا ديال الالتراويت جاتنا بضيقات 3 اما يا جاتنا بضيقات ميجا بيكسل في تحت عدسة جوج فاصل خمسة كذلك الاخوان قد صور لنا الفيديو بالالف وثمانين ثلاثين اف باس غد نخليكم دابال اخوان مع بعض صور ملتاقطين بالانور اكس نفقة باش زيدوا تحكموا على القليلتي ديالهم وقلوا لي الرأي ديالكم في كومنتر اما دابال اخوان فادي ندوز الاخر نقطة اللي معنا اللي بقات اللي هي البطارية ديال الهاتف بالرغم ان الهاتف الاخوان كيف تلكم رقيق الا وفيه حجم بطارية اللي كبير هنا هي البطارية كتوصل خمسة الاف ومئة ميلة امبار اللي غدا تدوز معك نهار كامل الى كنستخدم ديالك مكتف اما الى كنستخدم ديالك عادي فستقدر تدوز معك حتى للدوجور بلا ما تحصل الشرج التليفون واللي غادي زيد يعطي قوة الهاتف هو الشرج اللي كي جينا مع الهاتف كيدعم اربعين واط اما دابال اخوان فادي ندوز نشوف النقطة ديال التامان وشوفوا المواصفات كاملة اللي شفنا وشي السهل التامان دياله ملالة هاد النسخة ديال تمانية جيجا فرام مئتين وستخمسين جيجا فستوكاج تمان دياله الاخوان كيدير ما بين تلتالاف وتمانية وخمسين درهم تلتالاف وتسعمية وخمسين درهم على حسب كل واحد والمدينة اللي غادي يشري منه على حسب كل واحد وشطارة دياله كيف قلت لكم الاخوان بالنسبة الرأي الشخصي ديالي في الهاتف الجريبة دياله صراحة ممتاز كي يعطيكوا احد الاداء اللي يزوين خصوصا بالسيستام ديال شركة اونور ومواصفات اللي كينين في الهاتف اول حاجة الاخوان كيف قلنا الشاشة دياله الهاتف كيف ما كنتشوفه ما كنتهرش وخط تزدح وتتعود تزدح هذه الجريبة دياله صراحة فيها واحد مقاومة اللي يزوينا كذلك الاخوان مؤدل تحديد ديال الشاشة كيوصلون مية وعشرين هرتز او مولاد فول اتش دي بليوس من ناحية الشاشة فيها جميع الارقام اللي يمكن لكم تاخدوا في هذه الفئة السعرية كالتعطفر من نقاط القوة اللي كينين في الهاتف زيد على ذلك الشارج اللي كي يجينا باربعين واط وحجم بطارية اللي كبير وما ننسوش الاخوان تتعوني الاداء اللي يزوي اما بالنسبة للعيوب ديال الهاتف فاول حاجة الاخوان المتصوص هنا كين غير مونو ماشي استيريو كذلك ميمكن لكي تزد كارت ميموار اضافية قلوا لي الرأي ديالكم الاخوان تانتوما انطلقوا في فيديو جديد وشي مراجعة جديدة وما تبخلوش علينا بلاي لايك والبرتاج لانا كنديروا بما في جهدنا باش نشاركوا معكم دائما الجديد لكي نصق تبارك الله عليكم والخوز السلام عليكم